لا شيء يؤرق المحافظين هذه الأيام أكثر من ملف الهجرة الضغوط بشأنهم تأتيهم من كل حدب وصوب خاصة بعد رفض المحكمة العليا خطة الحكومة بترحيل طالبي اللجوء غير القانونيين إلى رواندا وبعد الكشف عن أرقام جديدة الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في صاف عدد المهاجرين القانونيين جيمس كليفرلي الذي ورث ملفا شائكا عن وزيرة الداخلية السابقة يتعرض لضغوط هائلة لطرح حلول وسياسات جديدة للحد من هذه الظاهرة لقد صدرنا قوارب كما صدرنا محركات ونقوم بتحطيم نموزج الأعمال التي تقوم عليه وسنواصل خفض عبور القوارب الصغيرة غير القانونية حتى نوقفها تماما وانتقدت الحكومة التركيز الكبير على خطة رواندا بوصفها الخيار الوحيد قيد الدراسة معتبرة أنها تمثل وجها واحدا فقط من بين سياسات كثيرة تنظر فيها رئيس الحكومة وأنا وضعنا خطة شاملة في الفترة نفسها من العام الماضي وتألفت الخطة من عدة أوجه لكن خطة رواندا كانت أحد أهم مكوناتها وقد عملنا بشكل مكثف خلال الأشهر الاثنين عشر الماضية على كل وجه من هذه الأوجه والذين على مقاعد المعارضة يهتفون قائلين هل تعمل هذه الخطة؟ نعم إنها تعمل ويمكن رؤية ذلك من حقيقة أننا الدولة الوحيدة في أوروبا حيث عدد الوافدين من المهاجرين غير القانونيين ينخفض ومن بين السياسات التي تدرسها الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور المهاجرين القانونيين ما قد يدفع الشركات إلى خفض نسبة توظيفها للعمالة الخارجية إلى جانب الحد من عدد أفراد العائلة الذين يستطيع العامل استقدامهم رغم ضغوط خصوم السناك داخل حزبة مثل سوالة بريفرمن أو بوريس جونسون إلا أن أحدا هنا لا يطرح مسألة الهجرة من زاوية سد نقص العمالة في قطاعات أساسية مثل البناء أو الضيافة أو الرعاية الصحية والاجتماعية من لندن عروب عبدالحق العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات